هي بتجيب له حاجات أو هي شايفة أن هي بتجيب له الأوقات كتير بس فيه أوقات كتير بتقوله لأ زي ما احنا كنا بنتكلم فكل ما تقوله لأ هو يرجع لها أنت كل حاجة بتقولي لي عليها لأ أنا شايف أن أنا غير صحابي خالص آه سمعت كده آه فهل هي فعلا يعني تتعامل معها إزاي لو في الحالات اللي زي كده قالت أنه بترجع هي تفكره لأ أنا لما وعدتك بالحاجة الفلانية جبتهي لك فتعمل إيه مع الطفل ده لأنه الطفل ده حاسس أنه أقل كتير من الناس اللي هوا ليه هو صحي جدا هي بتقوله أنا وعدتك بالحاجات الفلانية بتفكره بتذكره لأ أنا بستجيب بستجيب كتير مش زي ما أنت متخيل سنيا زي ما فيه أعلى مننا احنا فيه كمان في الحياة ناس أقل مننا أن الحاجات الجميلة اللي بنرفت نظر الأهالي لها مش من باب الخدمة بقى والكلام ده كله لا من باب نعلم أولادنا أن احنا نخليهم يشوفوا ناس أقل منهم ناخد ابننا في العيد ونوريه ونوديه دور رعاية دور رعاية نعيد عليهم وبنشوف النماذج دي احنا بنعلمه يا جماعة احنا مش راحين خدمة انا مش بتكلم على الخدمة الكنسية ولا الكلام ده كله خالص احنا بنعرفه أيوة فيه ناس أعلى مننا في الحياة أيوة طبعا أنت حقيقة لكن برضو فيه ناس أقل مننا في الحياة وشوف هو مستمتع قد إيه انت لما رحت المكان ده شفته مستمتع وقال لا لا يقولك آه ده احنا شوفتهم فرحانين وبيلعبوا لأن العطاية بنعلمه بشكل بنشكر أوران عليها ربنا سانيا العطاية مش كل الوقت تبقى سبب فرحتنا فيه ناس أقل مننا وصعدة في الحياة وعارفين يستمتع بالقليل الفيديو المكاسب أنا هكسب إيه لو أنا اتبعت الأسلوب ده بشكل صحيح مع أولادي هو الحقيقة أن احنا بنكسب كتير جدا والمكسب الحقيقي بيعود على الطفل أو الشخصية نفسها أول حاجة الطفل بيكتسبها بيكتسب قدرة تكايفية عالية جدا مع كل ظروف لو ديتيني ألف جنيه هعيش بيها لو ديتيني ألفين هعيش بيها لو ديتيني خمسمية هعيش بيها فقدرته التكايفية مع الحياة عالية احنا بنلاحظ دوتك يا خدام في المؤتمرات مع الولاد فيه ولاد تروح المؤتمر تبقاش عفا تتبسط معين المكان كويس مكان لطيف الأكل معقول لكن تليه والولاد طول ما قاعد عمالها تقفل السرير مش عارفة فيه العيال دي أنا بحيث هما مساكين مساكين لأنه هما نعارفين كخدام خلفياتهم اللي طلعين منها أنهما ما تعودوش يتكيفوا وأهلهم كانوا موفرين كل شيء فالولاد عايزين يتحطوا في إطار معين إطار معين بنفس مستوى للأهل ما عايشينه فيه وما يتنزلش عنه عشان خطر يقدر يتبسط على العكس تلاقي أطفال تانية لو حططيهم في مكان أقل أو ولاد تانية هم يتنططوا ويساعدوك ويجيبوا ويروحوا معاك وفرحانين وبيلعبوا وبيتنططوا عارفين يفرحوا بالحاجة اللي في إيديهم فالطفل دوت لما بنربيه على فكرة الحرمان الإختياري المخطط زي ما قلنا قبل الفاصل بيطلع عنده أطرة تكيفية جدا مع الحياة فأي مكان بيروحوا إذا كان في الشغل إذا كان في بيت إذا كان في علاقات مع الحواري إذا كان في مشتريات وإمكانيات تجيبوا وتجيب الحاجات دي حاجات معينة فقدرة التكيفية عالية جدا مع الحياة بكل ظروفها تانية حاجة بيعرف يفرح بيعرف يفرح ليه؟ لأن لسه الحياة فيها حاجات تانية لسه ما حاصلش عليها لما بيسع عليها وبيجيبها بيعرف يفرح بيها وبيعرف يتبسط بيعرف يتبسط بكل اختيارات الحياة اللي موجودة قدامه تالت حاجة وأهم حاجة بيبقى عنده حاجة اسمها قدرته الزاتية على إدارة ذاته بتبقى عالية على إدارة ذاته بتبقى عالية أنا مش هشوف الحاجة الفلانية أنا مش هاكل الحاجة الفلانية وده الكنيسة بتعلمهونا فكرة ضبط النفس وإدارة النفس يعني إدارة إدارة الزات دي بالمصطلح النفسي هي فكرة ضبط النفس في الكتاب المقدس الكنيسة من إحنا صغيرين بتعلمهونا فكرة الصوم أنا أكون له واحد في الشقة وفي البيت بس أنا محدش شايفني بس أنا ضبط أن أنا هضبط نفسي أنا مش هقرب منه الفترة دي الأكل الفطاري دوت معين محدش شايفني ممكن أعمله محدش هيلومني ولا هيدني فالطفل دوت لما بيطلع على إني في حاجات أنا هجيبها وفي حاجات هتؤجر وفي حاجات مش مش هجيبها في الفترة دي خالص بيطلع عنده قدرته الذاتية على نفسه عالية طبعا